موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج قالت الصحف جملة من القضايا والموضوعات التي تلامس هموم المواطن وحياته المعيشية تناولتها صحافتنا المحلية إلى البداية وفقرة منشت سنتابع أبرز ما جاء بالعناوين الرئيسية للصحف ولكن بعد هذا الفاصل موسيقى أهلا بكم مجددا تحدثت صحيفة البعث عن عدد من المواضيع منها المقداد أمام قمة الجنوب العالم يشهد سقوطا للقيم بصمته على الجرائم الإسرائيلية 69 شهيدا جراء مجازر الاحتلال خلال الساعات الثمان والأربعون الماضية سوريا تدين المجزر الصهيونية بحق عائلة سورية في جنوب لبنان واهتمت صحيفة تشرين بعدد من القضايا نذكر منها انخفاض نسب النجاح في جميع الفروع التربية تصدر نتائج امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية الإدارة المحلية والبيئة تنشر أرقام هواتف غرفة العمليات المركزية لضمان تدخل مرافق الطوارئ والخدمات وزارة التجارة الداخلية تحضر لانتخابات الغرف والوزير يشدد على الشفافية والمسؤولية واتباع ضوابط دقيقة أما صحيفة الوطن السورية ذكرت العديد من العناوين نذكر منها عشرة شهداء سوريين بعدوان إسرائيلية على النبطية والخارجية انتهاك فاضح للقوانين الدولية واشنطن المتفائلة تكثف ضغوطها للوصول للاتفاق في غزة وحماس مجرد أهم أكد أمام قمة الجنوب أن التدابير القسرية باتت إرهابا اقتصاديا المقداد العالم مسرح يتحكم فيه الغرب ويسند للسفاح دور الضحية الزراعة تستعد لموسم القمح الوزير قطنة 80 ألف طن سماد يوريا و50 ألف طن سوبر فوسفات هو احتياج الموسم القادم في رأي الصحف لهذا الأسبوع سنتناول ما كتبه الصحفي منهل إبراهيم في جريدة الثورة تحت عنوان من بين أقدامهم فيقول الصحفي خرجت من بين أقدامهم لتصل إلى عاصمة الكيان وفي ذلك عبرة وانتصار كبير للمقاومة الفلسطينية التي أظهرت كيف أنها لا تزال ثابتة في الميدان العسكري وترسل الرسائل الكبيرة من بين جنود الاحتلال نحو تل أبيب ما فعلته المقاومة في غزة أكد بشكل قطعي أن شعار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما أسماه النصر المطلق في الحرب هو محض هراء وثرثرة وهذا التعبير خرج عن ألتنة قادة الاحتلال ومن بينهم وزير الحرب يؤاف غالانت يطابع الصحفي منهل إبراهيم مقاله بالقول إطلاق صواريخ المستمر إنجاز عسكري كبير لفصائل المقاومة الفلسطينية ويمثل هزيمة عسكرية كبرى لجيش الاحتلال نفس المقاومة الطويل في المعارك العسكرية المستمرة في القطاع وخسائر جيش الاحتلال وقدرة المقاومة على المناورة واختراق قلب الكيان بلائل واضحة على أن فصائل المقاومة الفلسطينية ما زالت متماسكة وقوية عسكرية يضاف إليها القدرة على إطلاق الصواريخ وهذا ينصف حديث قادة الاحتلال الإسرائيلي عن القضاء على قدرات المقاومة العسكرية يختم الصحفي منهل مقاله بالقول الاحتلال يعيش اليوم أزمة وجودا وأزمات داخلية غير مسبوقة وفقدان في الثقة بين الكيان ومستوطنيه صورة جيش الاحتلال تكسرت بنيران المقاومة والوقائع خير دليل ولا نصر مطلق أو حتى جزئي يمكن أن تحققه إسرائيل ومتزاعميها على المقاومات في المنطقة فالتاريخ يعاد كتابته من جديد وفشل الكيان وتهديد وجوده يظهر في أول السطور في فقر التحقيقات وقضايا لهذا الأسبوع فاخترنا لكم ما جاء على سطور صحيفة الوطن التحقيق الذي أجرته الصحفية جل نار علي تحت عنوان المصائب لا تأتي فرادة تكاليف المؤن والمدارس ترهق الأسر السورية فتقول الصحفية لا تأتي المصائب فرادة على السوريين فإما تأتي سوية أو تتناوب لتبقي المواطن رهن القلق والتفكير الدائم لإيجاد حلولا لها وقد تستغرب إذا ما وصفنا الشهر الذي تجتمع فيه المؤن والتحضير للمدارس بأنه شهر صعب بالنسبة لمحدودية الدخل والكثير من غير محدودية الدخل أيضا لكن ارتفاع الأسعار ووصولها إلى مستويات لا تتحملها الجيوب بات أمرا منهكا لأرباب الأسر للحديث أكثر عن هذا الموضوع ارتفاع الأسعار شهر المؤن والتحضير للمدارس سيكون معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ جورج نعمة معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية يسعد أوقاتك أستاذ جورج يسعد أوقاتكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك طبعا بدنا نحكي حسب ما جاء بصحيفة الوطن المصائب لا تأتي فرادة تكاليف المؤن والمدارس ترهق الأسر السورية كيف من قيم حركة الأسواق واقع الشراء وغيرها بهذه الأشهر الأخيرة أستاذ جورج نعم بالنسبة للمؤن حاليا في موسم للمؤن بيكون بندورة وممكن دبس بفليفلة ومكدوس بالنسبة للمؤن الحاليا أكثر شيء مستخدمة للموناء هي البندورة الشامية البندورة الشامية هو هلا الوقت اللي صارت في ارتفاع بأسعار هي بيكون المؤن بالعادة في الشهر السادس بسبب البس السفية لحد هلا بندورة الشامية موجودة طبعا شهر السادس كان أسعار أقل بكتير منها حاليا كانت بين 3,500 إلى 4,000 هلأ ارتفعت خلال الشهر الماضي لوصلت بين 7,000 و 9,000 ولكن بسبب ارتفاع أسعارها صاروا للتجار يجيبوه صار في عرض زيادة وشوب بلشت تخرب شوية دون أم نزل سعرها حاليا البندورة الشامية بين 6,000 و 8,000 فره هيك هي أسعارها بحسب المستهلك طبعا أنا حكيكي للمستهلك هيك هالأسعار حاليا بالأسواق الموجودة البندورة الشامية بالنسبة ل تفضل تابعي أستاذ كنت بدي حكي بس عن الفلافلة الفلافلة الحامرة ممكن تكون في عم بجينة الفلافلة من حلب هاي الفلافلة الغريبة هايدي صارة ثابت بين 5,000 و 6,000 الفلافلة البلدية هي مرغوبة أكتر يكون نسبة وميفية أقل يكون شحمة أكتر تكون بين 9,000 و 10 وهي مرغوبة أكتر حاليا لعامل للدبس تماما نحن غير عم نحكي عن البندورة وعم نحكي عن الفلافلة ومثل هم نحما بيقولوا شهر المكدوس على الأبواب يعني هذه الحالة صارت حسبة طويلة الأفضل هلا المكدوس هو طبعا أسعاره منخفضة المكدوس يعني أسعار بيتنجان حاليا هم نحكي عن البدنجان نمو ايه البيتنجان بين 2000 و 3,000 ليرة قريبا الأفضل هلا هو الأقل سعارا هو المكدوس بما أنه الموسم تبعه فكتير أسعاره مناسبة عم نحكي عن اللؤون ماذا عن افتتاح العام الدراسي كسوة المدارس مستلزماتها كيف الوضع بين الأسواق العام الدراسي طبعا عام الدراسي طبعا هو ببلش الحركة قبل بداية المدارس يعني مفروض بآخر الشهر أو بداية الشهر الجايزة بالنسبة للمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عم يتم إعداد أمر إداري رح نحضر لهذه الأسواة أمر إداري رح يقدم من خلاله تعيين مراقبين وتعميم أرقامه من خلال موقع المديرية وموقع المحافظة بتم من خلاله فرض المراقبين لعدد مجالات أولا شيء مراقبة الأسعار طبعا قرطاسية واللباس المدرسي بتم سحب عينات سعرية لحتى تتكد أنه هي مطابقة لبيانات التكلفة طبعا نحن بيانات التكلفة أي منتج للباس مدرسي سواء كان مراويل أو أحذية أو أي شيء بيقدم لنا بيان بالتكاليف وبتم دراسة وتحديد النسب السعرية وبتم إصدار السك السعري آخر شيء وهو المفروض يعتمد عليه طبعا نحن رح يكون في دوريات لسحب العينات السعرية وتأكد أنه إذا فعلا مطابقة للمواصصات ومطابقة للأسعار رح يتم دوريات تتراقب المكتبات مش عمد بها كتب مدرسية إنه ممنوع بالكتب مدرسية إلا بمستودعات السعر على وزارة السربية يعني بصيرت باعة بسعار أغلى فأكيد رح يكون دورياتنا عم يتابعوا كل هالأصاص ورح يكونوا موجودين دورياتنا دائمة بالأسواق أعتبارا من الإسبوع الجائزة إذا الله راد لمراقبة بشكل خاص لمراقبة الأمور المدرسية لأن أستاذ جارج نحن عم نعرف وعم نلاحظ وحضرتك أكيد من خلال جولاتك عم تسمع عن موضوع اختلاف الأسعار ما بين ثوق وآخر كمان اختلاف بالجودة اختلاف بالمواصفات أستاذ من خلال هذه اللجان والدوريات نحن نقدر نحدد نعمل نوع من الضبط للأسواق إذا الله راد نحن دورياتنا دائمة متواجدة بالأسعار وأي سعر زائد نحن عم يتم بحال وجود الشك وعم يتم معالجها مباشرة وكتابة الضبط يعني وتحويله للقضاء المختص بشكل مباشر عم يتم ضبط بشكل مباشر ودورياتنا دائمة بالأسواق ومتمنى من الأخوة المواطنين المديرية لأنها تقديم تقديم شكوى خطية لحتى يتم ضبط السعر الزائد تماما هون عم نحكي عن أهمية الرقابة الشعبية أستاذ جورج قدامهم طبعا نفعل ثقافة الشكوى ما ضروري خير نحكي بالعامية شوي ما ضروري إذا أنا نزلت على أستوك كل حدا عم يبيعني بسعر أنا أرضى بهذا الموضوع لازم نفعل سياسة الشكوى طبعا أكيد الشكوى هي بدلنا بشكل مباشر على مكان الخلال ونحن علينا المعالجة وعم نتم المعالجة بشكل مباشر شكرا لحضرتك أستاذ جورج نعمة وحضرتك معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية نورتنا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا عافظة أما في فقرة زوايا وأعمدة لهذا الأسبوع اخترنا لكم مقال من جريدة العروبة وتحديدا للصحفي عادل أحمد تحت عنوان نقطة على السطر سياسة الإلهام يقول الصحفي كيف يتم التهرب من حل المشاكل التي يشتكي منها المواطن ببساطة من خلال خلق مشاكل أخرى بسيطة بحيث تحول الهم والاهتمام نحوها وينصرف المواطنون عن مطالبهم الأساسية كأن نخلق مثلا مشاكل النقل وخاصة لأبناء الريف فيصبح هم المواطن كيف يصل إلى مكان عمله أو جامعته أو مدرسته وخلال السنوات الماضية قفزنا قفزات نوعية في هذا المجال نستحق أن نحقق فيها براءة اختراع عالمية غير مسبوقة كيف لا والمواطن لا ينام ويصحو إلا على هم جديد يتابع الصحفي عادل الأحمد مقاله فيقول مسافة 25 كيلومتر يتطلب قطعها من الموظف في إحدى دوائر الدولة تحتاج من الزمن ما يعادل وصول هذا الموظف إلى محافظة دمشق ما يحدث اليوم يعيدنا إلى الزمن الجميل الذي كانت فيه البوستة تعمل رحلة صباحية وأخرى بعض الظهر ومن يفوته الموعد يتوجب عليه العودة وتأجيل موعد الذهاب لليوم الثاني ربما كانت الأمور أفضل فالبوستة كانت تقل الركاب كعلب السردين وقوفا وفوق ظهرها وعلى السلم واليوم مع حداثة الجردون اخترع السائقون رباعية وخماسية المقاعد التي أصبحت تأنو تحت ضغط الحمولة الزائدة يختتم الصحفي عادل أحمد مقاله بالقول العالم يدخل مجالات الذكاء الاصطناعي أما نحن فنسير بالاتجاه المعاكس وكأن الأمر لا يعنينا أما السؤال الذي يطرح نفسه إذا إزاء هذا الواقع ماذا لو تأخر العاملون أو لم يأتوا إلى أماكن عملهم كيف ستكون ردة الفعل؟ إجازة إدارية أو بلا أجر؟ أما في فقرة ملفات اجتماعية فقد اخترنا لكم لهذا الأسبوع ما جاء على صحيفة الوحدة وما كتبته لما معروف في صفحة المجتمع تحت عنوان التصابي محاولة يائسة لقهر الزمن وما تقول الصحفية؟ لعمليات التجميل والشباب الدائم لقد انقسمت آراء الناس بين معارضا ومؤيد فالمؤيدون ينظرون لهذه الظاهرة من زاوية إيجابية وأنه لا ضرر من الاستفادة من ناحية توفر كل العوامل التي تساعدهم على التمتع بشباب دائم أما معارضو هذه الظاهرة يؤكدون أن لكل فصل من فصول العمر جماله ويعارضون بشدة ظاهرة التصابي في فقرة أخبار محلية وتحديداً في صحيفة الوحدة الصادرة في اللاذقية بيّن المهندس ممدوح رجب معاون مدير مؤسسة مياه اللاذقية للوحدة أن الضابطة المائية التابعة لوحدتين مياه الحفة والثورة قامت بإزالة جميع التعديات والمخالفات في قرية الجبصينية التابعة لناحية البهلولية وتم تنظيم أكثر من 22 ضبطاً مخالفاً أما صحيفة الفداء الصادرة في حما ذكرت مديرة سياحة حما المهندسة إيارة شرتوح في حديث للفداء أن المديرية قامت خلال النصف الأول من العام الحالي بالترخيص لـ 35 من منشأة ومكتب سياحي ومطعم وكافيتيريا ومسبح في المحافظة أما صحيفة الجماهير الصادرة في حلب فكتبت أوضح مدير زراعة حلب المهندس ردوان حرصوني أن موسم الفستق الحلبي لهذا العام يأتي محملاً بالأخبار السارة حيث تظهر التقديرات أن الإنتاج قد بلغ حوالي أكثر من 46 ألف طن مما يجعل محافظة حلب تتربع على عرش الإنتاج لهذا الموسم متفوقة على السنوات الماضية هذا كل ما جاء بقالة الصحف لهذا الأسبوع نلتقي في الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر